وخلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 أصدر رئيس سيسي كذلك عددا من القرارات بشأن تحسن أوضاع المرأة تضمنت قرارات رئيس سيسي تكليف الحكومة بدعم البيئة التشرعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر الخاصة بالمرأة وكذلك إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارة الهيئة العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها وبالصدق أقول لكم كمواطن مصري مهتم بحوال هذا الوطن وشعبه إن المرأة المصرية تستحق ما هو أفضل وتستحق من الدولة والمجتمع أن يبزل قصار الجهد لتوفير الظروف الملائمة لحفظ حقوقها وتعزيزها وتفعيل دورها في جميع المجالات واستكمالا لمسير الدعم المرأة المصرية واجه الحكومة بما يلي إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بأدف زيادة أعداد المهالات منهم للوصول إلى المناصب العليا بالدولة التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بأدف زيادة فرص سمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية والبرامج التنمية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ مشاعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للداخل تكليف الحكومة بدعم البيئة التشرعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية باعتف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة في مصر متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل